اهلا بكم فيديو جديد يريد لايك للفيديو وتفعيل الجرس علشان يكون دايما على تواصل رغم تكتم شام الزهبي ابنة النجمة اصالة عن هوية زوجها المنتظر وحرصها الدائم على اخفائه الا انه ظهر اليوم بالفيديو مع شام وعائلتها وهم يحتفلون بعيد ميلاد شقيقها خالد وكانت الفنانة اصالة قد كشفت عن قصة حب وقرب زواج شام في حوار لها في احدى البرامج عندما قالت شام ستتزوق قريبا من شخص احبه وشعرت انه على قدر المسئولية شام عرفت كيف تختار وزوج شام المستقبلي يدعى احمد هلال وهو ابن احد رجال الاعمال صاحب سلسلة محال ادوات منزلية شهيرة وتعرفت شام على احمد هلال لاول مرة في حفل زفاف الفنانة التونسية درة حيث انه صديق لزوجها رجل الاعمال هاني سعد وكانت ابنة اصالة انفصلت عن خطيبها الطبيب معتز نصير في شهر سبتمبر بعد نحو شهرين من اعلان خطوبتهما وبعد فسخ الخطوبة حذفت شام الزهبي صورها مع خطيبها كما الغت متابعته على انستجرام وكانت ابنة اصالة نصري متزوجة من احمد الجوهر ولكن مر عامان على انفصالهما حيث ارتبط بها في عام 2014 في حفل وقيم في مصر وحضره ابرز نجوم الفن في العالم العربي ورغم ست سنوات من العلاقة بين شام وزوجها الا انه تم الانفصال لاسباب كثيرة من ضمن هذه الاسباب والتي ذكرتها شام الفارق بين اسلوب حياة احمد الجوهر وبين اسلوب حياة ابنة اصالة فقررت الانفصال في هدوء تام شام الزهبي هي الابنة الكبرى للمطربة اصالة نصري وتعمل طبيبة جلدية مختصة بالتجميل والعناية بالبشرة وتتمتع بشهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورها مع والدتها وعمالها الذي تتعامل فيه مع شريحة كبيرة من النجوم هابي بيرث ديل اطيب 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 بني ادم عن جد بتاريخ البشرية لودي عم بحكي عنك طب اتطلع علي اطيب وانبل وحنين ودائما بيستخدمي عامل كأنه ابي والله ما شاء الله لقوة تقلب لعب خاف مرات احكي عنه عن جد بخاف عليه الله يحفظه ويحفظوا اولادكم اليوم عيده وصار 23 سنة شاب مسؤول عن امي واخواته الله يحفظك حبيبتي اوامي ويحفظكم الله خليلي ايكي اي لوفيو مامي اي لوفيو تو اي لوفيو باردين تلع علي خلقتي وانا اي لوفيو باعشائك بس بس طب وغيره وموت فيك احلا واصل وموت العام ما شهيه براو والي اگر موسيقى اشتركوا في القناة